معاناة دائمة يعيشها مرضى الفشل الكلوي يحتاجون للغسيل مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات في كل جلسة كما قد يصل الأمر إلى مضاعفات خطيرة على المريض تؤدي في معظم الحالات إلى الوفاة في حال تعذر الحصول على الجلسات وفي ظل الزيادة المضطردة للمرضى في محافظة شبوة أخذت الجمعية الخيرية لغسيل الكلة زمام المبادرة وشرعت في افتتاح مركز غسيل الكلة الصناعية في عاصمة المحافظة عتق مركز غسيل الكلة يقدم عملية الغسيل الكلوي مجان المرضى الفشل الكلوي في المحافظة وأي محافظة أخرى نتعامل مع المريض كحالة إنسانية إلا أنها نعاني من كثير من الصعوبات منها عدم توفر الأجهزة الكافية حيث يوقد لدينا 56 مريض ولا توقد أجهزة إلا 8 أجهزة فقط رغم الصعوبات والمعوقات يقدم المركز خدمة طبية متميزة لمرضى الفشل الكلوي دون مقابل وضمن مواصفات طبية متميزة نحن في مركز غسيل الكلة عتق هنا نقدم وقدمها لجميع المرضى أصحاب الفشل الكلوي قسم الفيروسات سفار بي و سي الهيبتايتس وقسم النكتف فمعنا حوالي أدد المرضى أكثر من 50 مريض نشتغل من السبت إلى الخميس طبعا نشتغل ثلاث دفع في اليوم يتوسط المركز المحافظة وكونه يقع في العاصمة عتق يعتبر مركز الكيلة الصناعية أحد أهم مراكز الغسيل في شبوة ويرتاده المرضى من مختلف مديريات المحافظة وهو ما يشكل ضغطا للعاملين فيه كما دفع بالقائمين عليه إلى إطلاق مناشدات من أجل تقديم الدعم لاستمرار العمل في ظل إهمال واضح من قبل السلطة المحلية والجهات المسؤولة في المحافظة صالح سالم قناة بلقيس شبوة